بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هدى الوطن الأمن الاستقرار المنزل الأهل العادات التقاليد الأقارب الأحباب والخلان الأصدقاء حياة الإنسان في بيئته تعني أشياء كثيرة جدا حتى روائح المكان حتى الأطعم التي يأكلها حتى أوقات الخروج حتى نوع الطقس والأجواء التي تحيط به حتى الأمراض التي يعاني منها في بيئته يكون قد تأقلم عليها جزء من حياة العادية ينتظرها مثل ما ينتظر بقية الأشياء فحياة الإنسان في بيئته خروجه بقاؤه مسيره في الشوارع رؤية مدرسته التي كان يدرس فيها رؤية الجامع الذي يصلي فيه رؤية الأشجار التي تحيط بالمكان رؤية الجبال التي تحيط بالمكان رؤية النهر الذي يوجد نبع الماء الموجود طريقة الحياة بشكل عام كل هذه القضايا الأساسية هي تدور في نفس الإنسان وفي ذاكرته وفي مخيرته دون أن يشعر هي أشبه بقضية الخلفية التي تحيط بنا ونتنفسها دون أن ننتبه لها لكن ماذا إذا دفعنا دفعاً أن نترك كل هذه الارتباطات العاطفية والنفسية إلى بيئة جديدة ولم يكن خروجنا من هذا المجتمع محبة إنما كان خروجاً قسرياً نتعرض فيه إما إن بقينا للموت وإن خرجنا لألم الغربة والفراق ألم الغربة والفراق ومفارقة الأوطان هذا أمر كبير جداً ومؤلم جداً بالنسبة للإنسان فالإنسان يصبح ويمسي على ذكرياته بعد ذلك على بقية البقايا التي بقيت من الوطن في ذاكرته ولذلك المهاجر غالباً ما يحمل الوطن معه يحمل عاداته وتقاليده وأفكاره وحتى صراعاته وحتى طريقة عيشه وحتى المقبول والمرفوض من حياته ينقله للمهجر وللمكان الجديد لماذا؟ لأن الوطن يسكننا ولسنا فقط نحن نسكنه يا ترى عندما يتعرض الإنسان للامفصال الداخلي هذا بين الوطن الذي يسكنه والوطن الذي يسكن وهو ساكن الوطن كيف ينفصل عن هذا البناء الأساسي المتلاحم ماذا يحدث له عند هذا الانفصال الكبير جداً الذي يعبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال يقول يا بلال دعي القلوب تقر لأنه كان يحن إلى مكة فيقول شعراً يتغزل فيه بمكة فيقول للرسول صلى الله عليه وسلم هنا يا بلال فدعي القلوب تقر لأن القلوب ساكنة هناك ونحن انتقلنا إلى بلاد جديدة هذا الحنين للوطن إذا مر به الإنسان أين يجد القدوة يجدها في الرسول عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فلمن هجر من وطنه واقترب عن أرضه ويسكنه حنين الوطن هذا ما مر به الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته بعد أن هجروا من أرضهم قسراً وأخرجوا من ديارهم قهراً وذهبوا إلى بلاد جديدة وحملوا معهم الوطن في قلوبهم وفي أنفسهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته